في الحلقة الماضية ذكرت لكم سؤالاً وصلني من بعض فضلاء حوزة قم السؤال يجتمل على شقين أجبت على الشق الأول وبقي الشق الثاني مع أن الشق الأول ليس بمعزل عن الشق الثاني الجواب سيتضح بشكل جلي حينما أكمل كلامي في جوابي الشق الثاني من السؤال السؤال هكذا يقول ما هدف زيارة الأربعين وتقدم الكلام في هذا بينت من أن هدف زيارة الأربعين يظهر في هدفين هناك هدف ثابت فردي شخصي وهناك هدف متحرك مجتمعي متحرك متغير بحسب تغير الظروف الموضوعية مر الكلام في هذا ولا أريد أن أعيد شيئا من التفاصيل التي ذكرتها لكم في الحلقة الماضية الشق الثاني من السؤال ما هو هدف زيارة الأربعين وهل أن زيارة الأربعين قد حققت أهدافها هذا هو الشق الثاني حيث يسأل السائل عن أن زيارة الأربعين هل حققت أهدافها سيأتي الجواب تباعا في هذه الحلقة وقد وضعت جوابي في مجموعة ملاحظات طلبا للإجاز والاختصار من خلال إيراد هذه الملاحظات سيظهر الجواب واضحا وجليا ويتكامل الكلام في هذه الحلقة مع ما تقدم في حلقة يوم أمس الملاحظة الأولى لا بد أن نعرف من أن زيارة الأربعين من حيثية هي حدث ومن حيثية أخرى هي معتقد الواضح في أجوائنا الشيعية عبر الفضائيات الشيعية وعبر المنابر الشيعية وعبر الناس عموما هناك تركيز على الزيارة الحدث دون التركيز على الزيارة المعتقد ولذا يكثر الكلام عن عدد الزائري ويكثر الكلام عن الخدمات التي قدمتها العتبات ويكثر الكلام عن عدد المواكب عن أنواع الأطعمة والأشربة إلى غير ذلك لكن ليس هناك من حديث عن مضمون الزيارة الشريفة ضاع مضمون الزيارة الشريفة مع هذا الكلام كله ولذا فإن زيارة الأربعين الحدث حاضرة في الأجواء الشيعية لكن زيارة الأربعين المعتقد ليست حاضرة في الأجواء الشيعية الإعلامية هذه القضية لا بد من الالتفات إليها الزيارة حدث ولا بأس أن نهتم بهذا الحدث وتفاصيله لكن جوهر الزيارة معتقد يجب يجب أن يكون التركيز كل التركيز على الزيارة المعتقد وليس على زيارة الحدث أن نعطي أكثر من تسعين بالمئة لزيارة المعتقد وما بقي من الجهد يُعطى لزيارة الحدث وليس اهتماما بالحدث بما هو حدث وإنما لتوظيف الحدث من أجل الزيارة المعتقد المعتقد المشكلة في الثقافة الشيعية إنها ثقافة طوسية الثقافة أو طوسية ثقافة تافهة بترية مرجئية لا تلامس حقائق معارف العترة الطاهرة الثقافة الطوسية ثقافة أعرابية جذورها منابعها أساسها مأخوذ من سقيفة بني ساعدة المذهب الطوسي مذهب مؤسس وفقا للفكر الشافعي المعتزلي العباسي فماذا سنجد فيه لا نجد فيه إلا التفاهة والسفاهة وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع عامة الشيعة رب على ثقافة طوسية بهذا المستوى ولذا فإن الاهتمام الشيعي بالزيارة الحدث دون أزيارة المعتقد هذه قضية حساسة لابد أن نلتفت إليها إذا أردنا أن نكون في سياق التمهيد المهدوي إمامنا الصادق ماذا يقول لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي فأين هي الخدمة الشيعية لإمام زماننا في زيارة الأربعين المشكلة واضحة لقد أهمل معنى المعتقد وتم التركيز على معنى الحدث ولذا لا بد من التفريق بين هذين الموضوعين بين الزيارة الحدث وبين الزيارة المعتقد الملاحظة الثانية ملاحظة لا بد أن أسجلها الأجواء الحسينية عموما وخصوصا في أيام الأربعين الأجواء الحسينية برغم ما فيها من خلل هناك خلل في الأجواء الحسينية لا يستطيع أحد أن ينكره هناك مخالفات شرعية واضحة وهناك وهناك ولكن مع كل الخلل في الأجواء الحسينية فإن أحسن ما عند الشيعة هي هذه النشاطات الحسينية نحن لا نملك شيئا خصوصا في الدين الطوسي لأن الشيعة على الدين الطوسي الشيعة ما هم على دين العترة لا يوجد شيء حسن عند الشيعة إلا هذا الذي يجري في الأجواء الحسينية أحسن ما عندنا ما يجري من نشاطات ومن أعمال ومن خدمات في الأجواء الحسينية إن كان هذا في أيام الأربعين أو في سائر المناسبات الحسينية بل في سائر أيام السنة أفضل ما عندنا في أجوائنا الشيعة النشاطات الحسينية على اختلاف أنحائها ومع وجود خلل فيها لكن الخلل الموجود في الأجواء الحسينية لا يشكل شيئا بالقياس إلى عظمتها وبالقياس إلى أهميتها وبالقياس إلى إيجابياتها وبالقياس إلى منافعها العظيمة جدا هذه ملاحظة مهمة لا بد أن تثبت في سلسلة هذه الملاحظات ملاحظتنا الأولى علينا أن نفرق بين الزيارة الحدث وبين الزيارة المعتقد وأن تكون جهودنا منصبة لخدمة الزيارة المعتقد أما الزيارة الحدث نعطيها بعض الاهتمام نوظف لها بعض الجهود لا لأجل أنها حدث بما هو حدث بل لأجل توظيف حدث زيارة الأربعين لخدمة معتقد هذه الزيارة الكلام دقيق دقيق بحاجة إلى تدبر وإلى تفهم الملاحظة الثانية أفضل ما عندنا في أجوائنا الشيعية النشاطات الحسينية على اختلاف أنحائها لماذا؟ لأنها جميلة لماذا هي جميلة؟ الجمال ليس فيها بما هي هي الجمال ليس في الشيعة الذين ينفذون هذه النشاطات الجمال في حسين الجمال في حسين الجمال كل الجمال في حسين وهذه النشاطات منسوبة إليه هذه النشاطات في طريق خدمته من هنا يأتي جمالها ومن هنا يأتي حسنها وبهاؤها لا من النشاطات بما هي نشاطات ولا من الذين يقومون بها لأنهم يقومون بها كل الجمال من حسين الذي تنسب إليه هذه الزيارة وهذه الأجواء وهذه الخدمة الملاحظة الثالثة وهي مهمة جدا لابد أن نلتفت إليها الأجواء الحسينية عموما بكل تفاصيلها لها جنود مجهولون مثل ما هو شائع هذا التعبير في زماننا وفي أيامنا هناك جنود مجهولون هؤلاء يواصلون العمل ليل نهار في كواليس المشهد وهؤلاء لا يعبؤون لا بزعماء الدين بالمراجع ولا يعبؤون بالأحزاب الدينية الشيعية ولا يعبؤون بالحكومات وهم يعرفون جيدا أن الحكومات لا تريد زيارة الأربعين أتحدث عن الحكومات العباسية في بغداد وإنما زيارة الأربعين تقوم برغم آناثهم الحكومات في بغداد لا تريد زيارة الأربعين والمرجعيات في النجف وكربل لا يريدون هذه الزيارة الطوسيون لا يريدون هذه الزيارة أتحدث عن المراجع الكبار من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل لكن الزيارة تحققت وتتحقق برغم آنافهم فيضطرون لإظهار تأييدهم لهذه الزيارة وللأجواء الحسينية عموما وإلا لو رجع الأمر إليهم لقضوا عليها قضاء تاما بحسب المنهج الطوسي فإن روايات وأحاديث زيارة الأربعين ليست صحيحة هذه الحقيقة من الآخر والذين من الطوسيين يحاولون إثباتها فإنهم يخالفون المنهج الطوسي لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل لكن حقيقة لا بد أن نعرفها من أن جنود مجهولين حين أتحدث عن جنود مجهولين أنا لا أتحدث عن شيء غيبي إنما أتحدث عن المواكب الحسينية وعن الهيئات الحسينية هناك عدد كبير من خدام الحسيني يقيمون هذه المواكب يقيمون هذه الهيئات يؤسسون الحسينيات ولا يعبؤون أكان ذلك يعجب المراجع يعجب الأحزاب الشيعية يعجب الحكومة لا يعبؤون لأنهم يعملون وعيونهم وقلوبهم باتجاه الحسين وهذه القضية ليست خاصة بهذا المقطع الزماني هذه القضية قضية مستمرة منذ مقتل الحسين وإلى يومنا هذا نذهب إلى فاصل الملاحظة الرابعة وقفة مقتضبة عند رواية حسينية من أعظم رواياتنا هي التي تخبرنا عن نفسها بنفسها الكتاب الذي بين يدي كامل الزيارات لابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة هذه طبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران إنه الباب الثامن والثمانون هذه الرواية التي يحدثنا بها قدامة ابن زائدة عن أبيه زائدة عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة هي من عيون الروايات والأحاديث الحسينية في آخر الرواية وهي رواية طويلة الرواية تبدأ من الصفحة الثالثة والسبعين بعد المائتين وتنتهي عند نهاية الصفحة الثامنة والسبعين بعد المائتين في آخر الرواية زائدة يقول من أن الإمام السجاد قال له بعد أن حدثه بهذه الرواية بهذا الحديث خذه إليك إليك الإمام السجاد يقول لزائدة خذه إليك لو لم يكن زائدة أهلا لذلك لما حدثه الإمام السجاد بهذا الحديث خذه إليك أما لو ضربت لو ضربت ضربت في طلبه إباط الإبل حولا لكان قليلا ضربت في طلبه إباط الإبل جانبي جسم البعير إذا أراد راكب البعير من بعيره أن يسرع فإنه يضرب إباطه حينما يضرب إباطه فإن البعير سيسرع ويسرع الإمام السجاد يقول لزائد لو أنك سافرت حولا كاملا على الإبل والنياق وضربت إباطها لأجل أن تسرع في سيرها لكان قليلا لأجل أن تحصل هذا الحديث أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل حولا لكان قليلا هذه الكلمة وأمثالها تشعرنا أن أئمتنا صلوات الله عليهم يريدون منا أن نهتم بحديثهم وأن نجعل حديثهم أن نجعل معارفهم وثقافتهم جزءا مهما في حياتنا الرواية فيها تفصيل أذهب إلى موطن الحاجة الذي يرتبط بهذه الحلقة العقيلة زينب صلوات عليها تحدث إمامنا السجادة متى أتعلمون متى حينما أركب على النياق وبدأت مسيرة السب إنها ساعة حرجة جدا في تلك الساعة كانت العقيلة تتحدث مع السجاد صلوات الله وسلامه عليه أية ساعة وقد مروا على الأجساد الطاهرة مروا على الأجساد الطاهرة ورأوا كيف تمزقت خصوصا حين مروا على جسد المولى على جسد سيد الشهداء ماذا رأوا ماذا رأوا هناك لقد ركضت عليه الخيول بحوافرها في كتب المقاتل من أن اللعناء جددوا جددوا حديد حوافر خيولهم وداسوا صدر الحسين ثم قلبوه على ظهره فداسوا ظهره الشريف فداسوا الصدر والظهر في تلك اللحظات الحارجة كانت العقيلة تتحدث مع الإمام السجاد فتقول من جملة ما قالت الرواية طويلة فوالله فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله ما ستقوله من كلام إنها لا تخبر الإمام لأجل أن يعلم الإمام إنها تتحدث مع الإمام كي تصل هذه الرواية إلينا من أن الكلام هذا قد قيل في أحرج ساعة بداية مسيرة السبايا وها هي بنت علي تحدث علي السجاد فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله لمن لمن وجه هذا العهد إلى جدك إلى جدك أمير المؤمنين وأبيك وأبيك هذا المقطع المقطع على الرمال وعمك الذي تقطع كبده مسموما فوالله فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله إلى جدك وأبيك وعمك ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة الذين كانوا ينتظرون الإمام السجادة حتى قدم عليهم وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المدرج وينصبون لهذا الطف علما علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه لا يدرس لا يزول يقال آثار مندرسة زالت لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه ولا يعفو رسمه لا يغيب لا تغيب معالمه وينصبون لهذا الطف علما هذا العلم الجانب المادي جزء منه الجانب المعنوي التضحيات التي قدمت عبر الزمان وإلى يومنا هذا الجهود العظيمة التي تبذل الأموال التي تنفق الوقت الذي يصرف جزء كل هذه الجهود عبر التأريخ وإلى يومنا هذا هذه جزء من بناء هذا العلم المراد من العلم الحسين وهذا العلم قبر الحسين جزء من هذا العلم علم الحقيقة علم الحقيقة الذي يؤثر فينا الحسين قبر الحسين لا يؤثر فينا وإنما يؤثر فينا لأنه ينتمي إلى حسين العلم هو الحسين وهؤلاء وفقوا لخدمة هذا العلم وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء علما لقبر أبيك هذا العلم ما هو بالقبر القبر جزء من هذا العلم وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره وكيف يدرس ودماء الحسين تمده بكل عنفوانها لازالت لازالت دماء الحسين تغلي 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 تفور في عالم الحقيقة حتى يظهر قائمه وينصبون وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علو هذه الرواية رواية عجيبة عجيبة تدبروا في أن الكلمات هذه في أحرج لحظة في أحرج لحظة رأس الحسين على الرماح وعائلة الحسين مسبية على النياق وجسد الحسين مقطع على الرمال وأطفال الحسين يضربون بالسياط في أحرج لحظة في أحرج لحظة وطبول الفرح ودفوف البشائر يضرب ها الأمويون وأشياعهم فرحا بمقتل سبط رسول الله في تلك اللحظات الحرجة في تلك اللحظات الحرجة كانت هذه الكلمات نذهب إلى فاصل وينصبون لهذا الطف في علما لقبر أبيك قبر الحسيني الحرم الحسيني بوجوده الفيزياء جزء مهم من هذه المنظومة التي جاءت في كلمات العقيلة من أنها علم الحرم الحسيني كربلاء بكلها بكل رمزيتها كربلاء بكل تأريخها كربلاء بكل ذرات ترابها هي جزء من هذا العلم المواكب التي تمتد من جنوب العراقي إلى كربلاء في زيارة الأربعين هي جزء من هذا العلم النشاطات الحسينية بقضها وقضيضها حتى وإن تخللها الضعف وتخللها العيب فإن ذلك يضيع يضيع تحت سلطة هذا العلم تحت هيمنة هذا العلم هذا العلم أقوى منا جميعا نحن جميعا في خدمته في شرق الأرض أو في غربها نخدمه بأموالنا ونخدمه بأجسادنا ونخدمه بعقولنا ونخدمه بأقلامنا ونخدمه بأصواتنا ونخدمه بكل ما نستطيع أن نخدمه كل هذا جزء من هذه المنظومة ولذلك فإن المنظومة هذه لا تتهاوى ولن تتهاوى مسيرة متزايدة انطرأ الطارئ في مقطع زماني واختفت تلاشت بعض الشيء إنها ستعود كما يقولون في الأمثلة الشائعة على الألسنة كطائر الفينيق وما قيمته طائر الفينيق أسطورة كطائر العنقاء الذي خرج من بين الرماد بعد أن تحول إلى رماد خرج مرة أخرى هكذا في الأساطير في الأساطير القديمة وما قيمة هذه الأساطير نحن نتحدث عن الحقائق تضيع هذه الأساطير لا قيمة لها نحن نتحدث عن الحقائق وليس هناك من حقيقة على الأقل في حياتنا نحن الذين عرفنا الحسين منذ أن عرفناه ليس هناك من حقيقة واضحة في حياتنا إلا هو صلوات الله وسلامه عليه وهذا جزء في حاشية وفناء هذا العلم وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام ولا يجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوة معجزة هذه الكلمات لأن الواقع يخبر عن تنفيذها وتطبيقها عمليا على الأرض عبر القرون عبر القرون هؤلاء هم أئمتنا هؤلاء هم ساداتنا وهذه سيدتنا بنت علي هي التي تحدث السجاد إمامنا هذه كلماتها هذا هو عالم الحسين وهذا هو الذي قلته لكم قبل قليل من أن الأجواء الحسينية لها جنود لها جنود لها جنود وهؤلاء له يعبؤون بالمراجع أكانوا يظهرون التأييد للأجواء الحسينية أم كانوا يظهرون خلاف ذلك بحسب المنهج الطوسي فإن الأجواء الحسينية ليست محبذة عندهم الشواهد كثيرة وإذا كان هناك من المراجع من أظهر التأييد للأجواء الحسينية عموما إما لتحقيق مصالحه عنده مصالح يريد أن يحققها وإما فإنه لا يريد أن يصطدم بعامة الشيعة سيكون مضطرا أن يساير الواقع أذكر لكم صورا الصورة الأولى محسن الأمين العاملي من مراجع الشيعة قد يحدثونكم عنه وربما يكتبون عنه من أنه دعا إلى تهذيب الشعائر الحسينية الشعائر الحسينية عموما هي جزء من هذه المنظومة من منظومة العلم الحسيني الذي حدثتنا عقيلة بني هاشم عنه فعينما يذكر محسن الأمين العاملي يقولون يقولون من أنه دعا إلى تهذيب الشعائر وكذبون هذا محسن الأمين العاملي حرم الشعائر كلها حرمها على الإطلاق أنا لا أريد أن أحدثكم عن تفاصيل هذا الموضوع إنما هي أمثلة سريعة حرم الشعائر كلها على الإطلاق وفتاواه موجودة وكتبه موجودة البروجردي إحسين البروجردي إنه المرجع الأعلى في الخمسينات في مدينة قم في سنة من سنوات مرجعيته بعد أن رأى أن كلمته مسموعة عند الجميع أرسل على جميع هيئات ومواكب مدينة قم في أواخر شهر ذي الحجة من تلك السنة قبل أن يبتدأ محرم وسألهم لما اجتمعوا في بيته تقلدون من قالوا نقلدك يا سماحة المرجع لأنه هو المرجع الأعلى كان في مدينة قم قال إذن أحرم عليكم الشعائر الحسينية فنطق ناطق منهم وقال له إننا نقلدك طيلة أيام السنة لكن في هذه الأيام العشرة من أول محرم إلى العاشر لا نقلدك في هذه الأيام لا يستطيع أن يعترض فسكت محسن الحكيم الفتاوى الموجودة محسن الحكيم يؤيد الشعائر الحسيني فلقد أمضى الفتوى الشهيرة لأستاذه النائيني هناك فتوى مشهورة تؤيد الشعائر الحسينية أصدرها ميرز حسين النائيني وهو أستاذ الحكيم أستاذ محسن الحكيم أمضاها مثلما أمضى هذه الفتوى آخرون وهناك فتاوى منفردة صدرت عنه بنفس المعنى والمضمون والدلالة لكن ولده محمد باقر الحكيم في وسائل الإعلام حينما حرم الخامنئي التطبير خرج في وسائل الإعلام ولم يكن كاذبة الرجل كان صادقا محمد باقر الحكيم خرج على التلفزيون الإيراني وتحدث بشكل علني وأصدر بيانا وضمن البيانة نفس الكلام من أن والده الإمام الحكيم كما قال هو كان يقول إنني سأموت ولا زال التطبير على الحسين غصة في حلقومي لا أستطيع أن أحاربها سأموت ولا زال التطبير على الحسين غصة في حلقومي بينما هو في الفتاوى يؤيد التطبير كما يؤيد الشعائر الحسينية هذا هو الذي قلته لكم لأرضاء عامة الشيح لن أطيل الكلام عليكم هذا الكتاب كل الحلول عند آل الرسول لمحمد التيجاني الطبعة طبعة دار المجتبة في الصفحة الخمسين بعد المئة محمد التيجاني يقول بعد أن تحدث في الصفحتين السابقتين عن البدع التي تقوم الشيعة بها بخصوص الشعائر الحسينية إلى أن يقول في الصفحة الخمسين بعد المئة ورحم الله الشهيد محمد باقر الصدر الذي أفادني في هذه المصيبة في أية مصيبة في مصيبة أن الشيعة يقيمون الشعائر الحسينية وهم يقيمون بدعا يقيمون مخالفات للدين في إقامتهم للشعائر ورحم الله الشهيد محمد باقر الصدر الذي أفادني في هذه المصيبة عندما سألته قبل استبصاري قال لي إنما تراه من ضرب الأجسام يعني من ضرب الأجسام بالسلاسل أو بالأيدي إنما تراه من ضرب الأجسام وإسالة الدماء بالتطبير هو من فعل عوام من ناس وجهالهم ولا يفعل ذلك أي واحد من العلماء بل هم دائبون على منعه وتحريمه إذا سنحت لهم الفرصة قطعاً وإلا فإنهم سيظهرون تأييدهم برغم آنافهم وهذا هو الذي قلته قبل قليل من أن الأجواء الحسينية لها جنود لها جنود من الحسينيين لا يعبؤون بالمراجع هل كانوا راضين لم يكونوا راضين يؤيدون الأجواء الحسينية لا يؤيدونها يؤيدونها بصدق أم أنهم يضحكون على الشيعة وحينما تسنح لهم الفرصة يبادرون للقضاء عليها أنني ما حددتكم إلا عن الأسماء الكبيرة عن كبار مراجع الشيعة عن محسن الأمين العاملي وعن إحسين البرجردي وعن محسن الحكيم وعن محمد باقر الصدر وها هو محمد باقر الصدر يؤيد الكلام الذي قلته قبل قليل ولا يفعل ذلك أي واحد من العلماء بل هم دائبون على منعه وتحريمه دائبون مستمرون في هذا الاتجاه والحال عند المرجعية المعاصرة هو هو في المساحة التي يستطيعون أن يحارب الأجواء الحسينية ولو سرا يفعلون وفي المساحة التي يستطيعون أن لا يظهر تأييدهم يفعلون وفي المساحة التي يحتاجون فيها أن يضحك على ذقون عوام الشيعة يفعلون أيضا وهذا هو ديدن مراجع الشيعة عبر التأريخ منذ أن تأسس المذهب الطوسي اللعين سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا المقام ليس منعقدا للحديث عن هذا الموضوع وقد تحدثت عنه في برامج السابقة ولو لو كان المقام منعقدا للحديث عن هذا الموضوع لجعتكم بالكتب والمصادر والوثائق ولفصلت لكم القول تفصيله فأنا لا أتكلم وأطلق الكلام على عواهنه إنني معبأ بمعلومات كثيرة وكثيرة جدا وإن يدي لملأ بالوثائق والحقائق والدقائق هذا هو الذي جرى ولا زال يجري على أرض الواقع الملاحظة الخامسة الملاحظة الخامسة زيارة الأربعين برنامج مهدوي 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 تدبر في زيارة الأربعين زيارة الأربعين تجري في بلد يعاني ما يعاني من الويلات والمشاكل بلد حكومته فاشلة بتمام معنى الكلمة أما المرجعيات الدينية فهي أفشل وأفشل وأفشل من حكومته إنما كانت حكومة هذا البلد فاشلة لأنها تنتمي إلى مرجعيات فاشلة بتمام معنى الكلمة أحزاب دينية فاشلة وفاسدة ولصوصية إلى أبعد الحدود المرجعيات لا تريد هذه الزيارة أتحدث عن المرجعيات الدينية أنا لا أحدثكم بالذي يضحكون به عليكم أنا أحدثكم من الكواليس وكذلك الأحزاب الشيعية الدينية هذا الكلام أحفظه منذ بداية الثمانينات حينما سرق سارق النظام الداخلية لحزب الدعوة الذي كتبه مهد الآصف بخط يده وفي وقتها كانت هناك جهات حققت في هذا الخط وثبت عندها من خلال وسائل التحقيق في الخطوط ثبت عندها أن الخط خط الآصف خط ولا أريد أن أستدل بكلام هذه الجهة لأننا كنا عارفين بأن هذه الأوراق سرقت من حقيبته من حقيبة الآصف حينما كان في المركز الإعلامي لحزب الدعوة في طهران شرقت من حقيبته خلافات فيما بينه وانتشرت تلك الأوراق إنني أحفظها منذ بداية الثمانينات هذا الكلام يعود إلى السنة الحادية والثمانين الثانية والثمانين يجب محاربة ما يسمى بالشعائر الحسينية التي أخحمتها فينا عصور الردة والتخلف وحق الحسين هذه الكلمات كانت مكتوبة في النظام الداخلي لحزب الدعوة الذي كان قد كتبه محمد مهد الآصف بخط يده وسرقت هذه الأوراق من حقيبته حينما كان موجودا في طهران في المركز الإعلامي لحزب الدعوة يجب محاربة ما يسمى بالشعائر الحسينية التي أخحمتها فينا عصور الردة والتخلف وهذا هو حال الأحزاب الشيعية القطبية في الماضي وفي الحاضر هم أنكروا أن النظام الداخلي قد كتبه الآصف ومن أن الأوراق ترتبط بحزب الدعوة على أي حال أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع وإنما هو مثال من الأمثلة عن الواقع الشيعي بلد هذا حاله المرجعيات الدينية منافقة حينما يكون الكلام مع الأجواء الحسينية ينافقون خدام الحسين وكذلك الأحزاب الشيعية القطبية هذا الأمر ليس خاصا بحزب الدعوة فقط بكل الأحزاب الشيعية القطبية الأجواء القاسية درجات حرارة لا تحتمل لا توجد خدمات من قبل الحكومة الفاشلة في بغداد بل هناك المنغصات والمنغصات الكثيرة الكلام يطول ومع ذلك فإن زيارة الأربعين عبر السنين منذ سنة 2003 وإلى يومنا هذا تحافظ على رونقها وتزداد حسنا وأناقة وتتنوع النشاطات فيها يوما بعد يوم كل الذين يعرفون التفاصيل التي تجري في أجواء زيارة الأربعين هناك شيء يتجاوز طاقة الذين يعملون في الأجواء الحسينية هناك أمر يتجاوز طاقتهم حينما يكون الكلام بهذا الاتجاه فإن العقول والقلوب تتجه إلى إمام زمانها زيارة الأربعين زيارة مهدوية قرأت عليكم من الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة 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 دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 114 إنه الحديث السادس والثلاثون عن الرضا عن آبائه عن إمامنا السجاد صلوات الله عليهم كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان لو كان سقوط النظام البعثي سقوطا سياسيا فقط فلماذا حدثت زيارة الأربعين لكانت تجري في أجواء العراقيين فقط ولكانت تجري مثل ما كانت تجري أيام البعثيين ولكن بنحو أكثر بنحو أكثر نسبيا الذي حدث جنون جنون الذي حدث جنون ولا زال هذا الجنون يتفاق جنون يتجاوز طاقة كل الذين يعملون في الخدمة الحسينية مدينة كربلة نحن نعرفها مدينة صغيرة خدماتها محدودة إلى هذه اللحظة لا توجد فيها المرافق الصحية إلى هذه اللحظة التي تتناسب مع آلاف من الزوار لا توجد المرافق الصحية التي تتناسب مع آلاف من الزوار فما هو الحل مع هذه الملايين الجميع الجميع لا يعانون من مشكلته الجميع يزورون الجميع يأكلون ويأكلون أنواع الطعام ويأكلون الأطعمة الفاخرة ويأكلون أشهاء الحلويات ويشربون أفضل الأشرب الجميع ينامون الجميع يستحمون كربلة مدينة صغيرة نحن نعرفها الشوارع محدودة الطرقات ضيقة الساحات صغيرة لا توجد ساحات كبيرة في كربلة حتى دائرة الحرمين دائرة ضيقة لا توجد فيها مساحات واسعة الجميع يزورون الجميع يأكلون الجميع مرتاحون هذا أمر يتجاوز الطاقة البشرية حتى إذا افتردت أن الحكومة مخلصة تقدم أفضل الخدمات لزوار الأربعين وهي لا تفعل هذا هي تقدم شيئا لذر الرماد في العيون كل الذي يقدم لا يعد بشيئ بالقياس إلى الأعداد الهائلة من الناس زيارة الأربعين برنامج مهدوي بامتياز والذي يقول غير هذا خلل في عقله أو مشكلة عنده في قلبه لأن الوقائع بأجمعها توصلنا إلى هذه النتيجة الذي يحدث في الأربعين جنون جنون بتمام معنى هذه الكلمة إذا افتردت أن الملايين هذه تتحرك معتمدة على طاقتها وعلى طاقة الذين يقومون بخدمتها والله فإنهم مجانين لأنه إذا أردنا أن نحسب على الورق وبالأقلام فإن ذلك لا يمكن أن يتحقق هناك مسحة غيبية مسحة غيبية تبدأ من أول خطوة إلى آخر خطوة في جميع الطرقات التي تقود إلى كربلاء في جميع الطرقات أكانت من جنوب العراقي أم كانت من شرق العراقي أم كانت عبر الأجواء والطائرات هناك مسحة غيبية في هذه الزيارة وهذا واضح منذ زمان أمير المؤمنين وضعوا البرنامج حتى يسار إليه من الأفاق إذا كانت القضية قضية زيارة تقوم الشيعة بها سقط النظام البعثي يذهب شيعة العراق للزيارة ويأتي أناس من البحرين من إيران مثل ما كان يجري في سابق الأيام تنصب بعض المواكب بعض الهيئات وينتهي الأمر وستكون الزيارة ما بين النجف وكربلاء جنون هذا الذي يجري جنون هذا الجنون لن يستقيم إلا بمسحة غيبية ومن الذي يستطيع أن يمسح هذا الجنون بمسحة غيبية غير إمام زماننا ولذا فإن زيارة الأربعين مهدوية بامتياز بدأ بعض الخلل ينتشر شيئا فشيئا فيها لن يؤثر عليها لكننا نخاف أن يتعظم هذا الخلل إذا ما تعظم هذا الخلل ولم يبادر الحسينيون الغيارة لأن يقف ناصرين لبرنامج إمامهم فإن الإمام سيسحب يده وهذه القضية جرت وجرت كثيرا في التأريخ الشيعي عبر زمان الغيبة الأولى وعبر زمان الغيبة الثانية التي نعيش أيامها طويلة حتى يسار إليه من الآفاق من آفاق العراق ومن آفاق العالم هذا أمر لا علاقة له بسقوط النظام البعثي ولا علاقة له بأن الشيعة يريدون أن يزور الحسين في الأربعين يمكن يمكن أن تكون الزيارة الأربعينية بثلاثة أضعاف بعشرة أضعاف مثل ما كانت عليه أيام النظام البعثي وهذا كثير أيضا إذا كان الأمر راجعا إلى الشيعة أنفسهم هذه القضية مهدوية مهدوية لا أريد أن أقول لكم صدقوني وإنما أقول لكم تدبروا في تفاصيل الموضوع واحترموا عقولكم لا تأخذوا بقولي قولي لا قيمة له قولي له قيمة عندي ليس بالضرورة أن يكون لقولي قيمة عند الآخرين لكنني أحرك عقولكم دققوا النظر في هذا الموضوع ستصلون إلى هذه النتيجة الزيارة الأربعينية برنامج مهدوي 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 بامتياز ماذا يريد الإمام من هذا البرنامج الإمام بالإجمال يريد أمرين الأمر الأول الإمام يريد لزيارة الأربعين أن تكون عالمية وهذا ما خططوا له منذ زمان أمير المؤمنين حتى يسار إليه من الأفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان وقبل هذا هناك مقدمات للذين سيأتون من الأفاق كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره هذه مقدمات كربلاء تغيرت عن السابق تغيرت كثيرا فلا تذهب الأيام والليالي بعد أن تتحقق تلك المقدمات حتى يسار إليه من الآفاق متى هناك موعد يحدده الإمام السجاد ومن قبل حدده أمير المؤمنين وقرأت عليكم الرواية عن أمير المؤمنين في الحلقة الماضية هناك موعد وذلك بالضبط عند انقطاع ملك بني مروان بالضبط هناك موعد وعند هذا الموعد يبدأ البرنامج دققوا النظر في الرواية وتدبروا فيها هذه المقدمة كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره تهيئة المكان فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق هذا هو البرنامج الذي يعتمد على المسحة الغيبية المهدوية عند موعد معين وذلك عند انقطاع ملك بني مروان هناك تهيئة للمكان هناك تشخيص للزمان وهناك بداية للمشروع بطريقة غيبية بنحو مفاجئ بدأت زيارة الأربعين بطريقة غيبية والله هذا الذي جرى وهذا الذي يجري والذي سيجري في العام القادم وفي السنوات القادمة موفقون إذا استطعنا أن نحافظ على هذه الزيارة موفقون نحن كي تكون أعمالنا في مجرى ما يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه كل بحسبه الهدف الأول الهدف الأول الإمام يخطط لعالمية الزيارة وعلى شيعة أن يحقق هذا الهدف والأمر الثاني إنه تدريب تدريب لشيعة العراق على استقبال الأعداد الهائلة من مختلف الشعوب حينما يكون العراق عاصمة الإمام لأن شعوب العالم ستأتي إلى العراق فلابد أن يتدرب الشيعة العراقيون لاستقبال العالم وألطاف الإمام واضحة ألطاف الإمام واضحة واضحة جدة هذه النشاطات التي تجري في زيارة الأربعين لا تجري في العاشر من المحرم ولا تجري في أي مناسبة أخرى غريبة هذه الزيارة غريبة العاشر العاشر من المحرم هو اليوم الأهم في المصاب الحسيني لكن الذي يجري في العاشر من المحرم شيء يناسبه الذي يجري في زيارة الأربعين شيء آخر شيء آخر وأعتقد أن الحسينيين يتفقون معي يتفقون معي الذين يمارسون النشاطات الحسينية في العاشر من المحرم وفي زيارة الأربعين ما يجري في زيارة الأربعين شيء آخر ربما البعيدون عن الخدمة الحسينية لا يتحسسون هذا الذين يعيشون في أجواء الخدمة الحسينية ويلامسونها عن قرب يميزون هذا الأمر الإمام يريد أن يدرب شيعة العراق على استقبال الشعوب والأمم الأخرى فإنهم سيقبلون إلى العراق حينما يصبح العراق العاصمة المهدوية هذه المنطقة من النجف إلى الكوفة إلى كربلاء ستصبح مدينة واحدة إنها العاصمة الدينية والسياسية للدولة المهدوية من النجف إلى الكوفة إلى كربلاء إلى كل المساحات الموجودة فيه هذا المثلث كل المساحات ما بين النجف والكوفة وكربلاء كل هذه المنطقة ستصبح عاصمة واحدة للدولة المهدوية هذه دورة تمهيدية تدريبية تدريبية يا ليت شيعة العراق يعون ذلك ويدركون هذا نذهب إلى فاصل أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة تدريبية للصدوق للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة الواقعة التي التقى فيها إبراهيم ابن مهزيار بإمام زماننا والإمام يحدث إبراهيم ابن مهزيار عما حدثه به والده العسكري صلوات الله وسلامه عليهم صفحة 476 وما بعدها من جملة ما قاله إمامنا الحسن العسكري لولده القائم صلوات الله عليهما وكأنك يا بني بتأييد نصر الله وقد آن الإمام يحدثه عن لحظة الظهور وكأنك يا بني بتأييد نصر الله وقد آن وتيسير الفلج الفلج غلبة الحج النصر وكأنك يا بني بتأييد نصر الله وقد آن وتيسير الفلج وعلو الكعب وقد حان وكأنك بالرايات الصفر والأعلام البيض تخفق على أثناء أعطافك ما بين الحطيم وزمزم وكأنك بالرايات الصفر والأعلام البيض الرايات الصفر هي رايات شيعة لبنان وأما الأعلام البيض فهي أعلام اليمانيين فراية اليمان راية بيضاء والأعلام البيضاء هذه أعلام اليمانيين ما هو الفارق بين الرايات والأعلام الأعلام أكبر من الرايات والأعلام أعلى سارية العلم تكون أعلى من سارية الراية من عمود الراية الراية لها عمود والعلم له سارية سارية العلم أعلى من عمود الراية والعلم أكبر من الراية وكأنك بالرايات الصفر في غيبة النعماني هذه غيبة النعماني لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة 317 إنه الحديث السادس عشر بسنده بسند النعماني عن أبي جعفر الباقر يحدثنا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله قيل وما هي يا أمير المؤمنين قال رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من مئة ألف يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين البراذين هي الخيول التركية إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام الشام دمشق شيعة لبنان أين هم في الموقع الجغرافي إنهم في مناطقهم بالضبط يقعون في مغرب دمشق افتحوا الخرائط وانظروا انظروا إلى المناطق الشيعية في لبنان أين تقع المناطق الشيعية في لبنان تقع بالضبط في مغرب مدينة دمشق الخرائط عندكم ودققوا الأمر بأنفسكم فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام إلى آخر ما جاء في الرواية فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي لأنه بعد هذه العلامة سيخرج السفياني الرواية تقول فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس الوادي اليابس في سوريا حتى يستوي على منبر دمشق يسقط الحكومة في دمشق فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي فهذه الرايات الصفر رايات منتظرة للمهدي ولذا فإنها ستخفق ستخفق مثل ما قال إمامنا الحسن العسكري ستخفق على أثناء أعطافه ومعها الرايات والأعلام البيض إنها الرايات والأعلام اليمانية وكأنك يا بني الإمام العسكري يقول لولده القائم وكأنك يا بني بتأييد نصر الله وقد آن وتيسير الفلج وعلو الكعب وقد حان وكأنك بالرايات الصفر والأعلام البيض تخفق على أثناء أعطافك على جانبيك ما بين الحطيم وزمزم وكأنك بتراد في البيعة وتصاف الولاء يتناظم عليك تناظم الدر في مثان العقود وتصافق الأكف على جنبات الحجر الأسود تلوذ بفنائك من ملأ براهم الله من طهارة الولادة ونفاست التربة مقدسة قلوبهم من دنس النفاق مهذبة أفئدتهم من رتس الشقاق لينة عرائكهم للدين خشنة ضرائبهم عن العدوان واضحة بالقبول أوجههم نظرة بالفضل عيدانهم يدينون بدين الحق وأهله فإذا اشتدت أركانهم وتقومت أعمادهم فدت بمكانفتهم طبقات الأمم إلى إمام إليك فدت جاءتك راكضة الأمم بمساعدة هؤلاء المكانفة المساعدة فدت بمكانفتهم بمكانفة أصحاب الرايات الصفر والأعلام البيض فدت ركضت إليك الأمم بمساعدة هؤلاء ونصرة هؤلاء إليك فدت بمكانفتهم طبقات الأمم إلى إمام ها هي الأمم تسعى إليه وهذا هو الذي قلته من أن العاصمة في العراق ومن أن الأمم ستقبل إلى العراق منها ما هو ناصر وسيبقى في العراق ومنها ما هو زائر يجدد العهد بين يدي إمامه فأرض العراق ستكون محلاً لتجمع الأمم هذه كلمات الأئمة فهؤلاء لن يجتمعوا في مكة الذين سيجتمعون في مكة النخبة نخبة أما الجموع الهادرة الكثيرة إنهم سيلتقون في العراق في العاصمة العلوية المهدوية فلابد للشيعة هناك أن يكونوا قد تدربوا تدربوا على استقبال هذه الأمم كلمات جميلة جداً فإذا اشتدت أركانهم وتقومت أعمادهم فدت بمكانفتهم طبقات الأمم إلى إمام إذ تبعتك في ظلال شجرة دوحة تشعبت أثنان غصونها على حافات بحيرة الطبرية هناك أحداث ستقع عند بحيرة طبرية فعندها يتلألأ صبح الحق وينجلي ظلام الباطل ويقسم الله بك الطغيان ويعيد معالم الإيمان يظهر بك استقامة الآفاق وسلام الرفاق يود الطفل في المهدي لو استطاع إليك نهوضة يود الطفل في المهدي لو استطاع إليك نهوضة ونواشط الوحش لو تجد نحوك مجازة حتى الحيوانات تريد نصرتك والأطفال في مهادها تريد أن تطير إليك يود الطفل في المهدي لو استطاع إليك نهوضة ونواشط الوحش لو تجد نحوك مجازة تهتز بك أطراف الدنيا بهجة وتنشر عليك أخصان العز نظرة وتستقر بوان الحق في قرارها وتأوب شوارد الدين إلى أوكارها تتهاطل عليك سحائب الظفر إلى آخر الكلمات الجميلة والتي هي بحاجة إلى شرح وبيان أدبي منحسب لهذه البلاغة ولهذه الديباجة الجميلة في كل تعابير هذه الكلمات صار واضحا لدينا من أن ما يريده إمام زماننا من زيارة الأربعين من هذا البرنامج يريد عالميتها وهذا أمر مرسوم منذ زمان أمير المؤمنين وحدد الموعد له يشار إليه إلى حسين من الآفاق متى عند انقطاع ملك بني مروان بالضبط بالضبط لما انقطع ملكهم بدأت زيارة الأربعين تذكروا الأحداث وأية زيارة الزيارة الأولى كانت كانت زيارة بطعم خاص جدا وبدأ البرنامج المهدوي موعد دقيق يسار إليه من الأفاق من أفاق العراق أولا ومن أفاق منطقة الظهور ثانيا ومن أفاق العالم أجمع ثالثا وسيتحقق هذا المعنى في أجل صوره عند ظهور إمام زماننا مثلما قرأت عليكم من كلام إمامنا الحسن العسكري وهو يحدث ولده القائمة عن أيام الظهور الشريف نذهب إلى فاصل هذا هو كتاب الإرشاد للمفيد وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير إنها الطبعة الأولى قموا المقدسة المفيد توفي سنة 413 للهجرة بحسب الطبعة المذكورة صفحة 538 الرواية عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن إمام زماننا يدخل الكوفة وبها ثلاث رايات قد اضطربت فتصفو له ويدخل حتى يأتي المنبر فيخطب فلا يدر الناس ما يقول من البكاء الناس تبكي فإذا كانت الجمعة الثانية سأله الناس أن يصلي بهم الجمعة فيأمر أن يخط له مسجد على الغري مسجد في النجف فيأمر أن يخط له مسجد على الغري ويصلي ويصلي بهم هناك ثم يأمر من يحفر من ظهر مشهد الحسين نهرا يجري إلى الغريين من كربلاء إلى النجف حتى ينزل الماء في النجف هذا التعبير حتى ينزل الماء في النجف لأن النجف عالية عالية وحدثت محاولات كثيرة لإيصال الماء إلى أرض النجف لكنها إما أن فشلت أو نجحت جزئيا وبعد ذلك فشلت حتى ينزل الماء في النجف ويعمل على فوهته القناطير والأرحاء هذه الأوصاف والتعابير تكون مناسبة لزمان الأئمة وإنما الذي سيحدث ما ينهسب زمان الظهور قطعا فكأني بالعجوز على رأسها مكتل فيه بر البر هو الحنطة تأتي تلك الأرحاء فتطحنه بلا كراء خدمات وما خدمات زيارة الأربعين إلا مقدمة مقدمة لهذه الخدمات عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ذكر مسجد السهلة فقال أما إنه منزل صاحبنا إذا قدم بأهله المفضل بن عمر يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذا قام قائم آل محمد بنى في ظهر الكوفة مسجدا له ألف باب كم هي سعته هذا المسجد للناس الذين يأتون من سائر البلدان من مختلف الأمام مسجد له ألف باب كم هي سعته ما بين الباب إلى الباب كم هي المسافة حتى إذا افترضنا ما بين الباب إلى الباب بحدود خمسمائة متر كم ستكون المساحة وقطعا هذه الأبواب ستكون أبوابا كبيرة هذا مسجد ليس له مثيل منذ أن كان آدم إذا قام قائم آل محمد بنى في ظهر الكوفة مسجدا له ألف باب هذا سيتصل بكربلاء هذا هو الذي قلته قبل قليل هذه المنطقة من النجف إلى الكوفة إلى كربلاء هذه المنطقة ستكون مدينة واحدة سيتصل البناء إنها العاصمة المهدوية وهذا مسجدها العملاق بنى في ظهر الكوفة مسجدا له ألف باب واتصلت بيوت أهل الكوفة بنهر كربلاء بنهر كربلاء النهر الذي في كربلاء والنهر الذي سيأتي من كربلاء إلى النجف هذه صورة إجمالية عن العاصمة المهدوية وعن سعتها ولهذا فإنها ستستقبل الأعداد الهائلة من البشر فلابد لسكانها ولابد لأهل هذا البلد من ثقافة راقية هذه ملامحها التي تشاهدونها في الزيارة الأربعينية ويا ليتنا نستمر على هذه الثقافة ونزداد قربا من إمام زماننا هذا أمر بحاجة إلى عمل وبحاجة إلى مخطط شامل في غيبة الطوسي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة ميتين وستة وثمانين الرواية عن المفضل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها إلى أن يقول ويبني في ظهر الكوفة مسجدا له ألف باب وتتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء وبالحيرة حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة سفواء البغلة السفواء هي البغلة السريعة جدا حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة سفواء في سيارة سريعة يريد الجمعة فلا يدركها العاصمة كبيرة والمسجد كبير والأجواء مزدحمة والناس تأتي من كل صقع ومكان زيارة الأربعين صورة مصغرة لتلك الأحداث عرفتم الآن لماذا قلت لكم من أن زيارة الأربعين برنامج مهدوي يا ليت شيعة العراق يدركون هذه الحقيقة ويا ليت هم يتمسكون بدين العترة بعيدا عن المذهب الطوسي لأن المذهب الطوسي سيقودهم إلى البتريين البتريون قادمون الحركة البترية حركة مرجعية نجفية كربلائية تحارب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ويبني في ظهر الكوفة مسجدا له ألف باب وتتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء وبالحيرة حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة سفواء يريد الجمعة فلا يدركها أعتقد أن صورة أخذت تتوضح شيئا فشيئا هذا هو برنامج إمام زماننا يا شيعة العراق الإمام يريدكم يريدكم أن تحققوا أهداف زيارة الأربعين أهداف هذا البرنامج المهدوي أضرب لكم مثالا إنني أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان هذه الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة سنة 410 للهجرة صفحة 175 من الجزء الثالث والخمسين من البحار الإمام يخاطب المراجعة ثم يخاطب عامة الشيعة دققوا النظر معي أتمنى عليكم أن تتعظوا بهذه الحقائق على الأقل أنتم يا خدام الحسين ربما لن تجدوا وقتا تسمعون فيه هذا الكلام وربما لن يحدثكم شخص غير بمثل هذا الكلام وربما لن تسمعوا من قناة فضائية شيعية هذا الكلام لا ندري متى سنموت ولا ندري متى ستغلق هذه القناة ولا ندري متى سيتوقف حديثنا الإمام يخاطب مراجع الشيعة فماذا يقول لهم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة هذا الكلام لا يوجهه الإمام إلى الحدادين والنجارين أو إلى موظفي البلدية أو الدفاع المدني في المناطق الشيعية هذا الكلام يوجه للمراجع ووجه لهم سنة أربعمية وعشرة ولا زال ينطبق عليهم إلى هذه اللحظة بل ينطبق بنحو أشد وحالهم صار أقبح وأسوأ في زماننا هذا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا بالضبط منهج حوزة النجف هذا بالضبط منهج التفسير في حوزة النجف هذا بالضبط منهج استنباط الأحكام الشرعية في حوزة النجف ثم يوجه الكلام إلى الشيعة إننا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء المصائب المهلكة لكم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا تعاونوا معي وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم إلى آخر ما جاء في كلام إمام زماننا الإمام يطالب الشيعة قطعا هذه الكلمات ما وصلت إلى عامة الشيعة لكن عامة الشيعة لابد أن يتحسسوا هذه الحقيقة من خلال ارتباطهم بإمام زمانهم من خلال الحقائق والوقاع الواضحة أتعلمون أن الظرف السياسي الذي وصلت فيه هذه الرسالة إلى المفيد يشابه الظرف السياسي الذي نعيشه الآن الدولة عباسية والذين كانوا يهيمنون على الحكم شيعة البويهيون البويهيون شيعة عباسيون في الأجواء العباسية الأجواء هي هي وفي ذلك الزمان كانت المواكب والمجالس الحسينية على أشدها في الزمن البويهي في الشوارع وفي الساحات العامة في مدينة بغداد والزوار كانوا يذهبون بأعداد كبيرة إلى كربلا لأن الحكم شيعيون شيعيون بحسبهم في وقتهم الظروف السياسية هي هي لكن مراجع الشيعة كانوا بعيدين عن إمام زمانه قد غدروا به مثل ما يقول الإمام مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ذهبتم في طريق بعيد عن الطريق الذي كان عليه رواة الحديث وأصحاب الأئمة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ثم وجه الإمام كلامه للشيعة إننا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم ظاهرون فإن يدي معكم فضعوا أيديكم في يدي ألا تلاحظون أن الظروف هي هي وأن الوقائع هي هي علينا أن نظاهر إمام زماننا في إنجاح أهداف زيارة الأربعين كل واحد بحسبه كل شخص بحسب إمكاناته نذهب إلى فاصل هذه الأمور تذكرها لا أطالبكم أن تقبلوا كلامي وإنما تدبروا في هذه المضامي وعودوا إلى النصوص التي قرأتها عليكم واحترموا عقولكم وبعد ذلك بعد احترامكم لعقولكم ليكن قراركم واضحا ماذا تقولون زيارة الأربعين برنامج مهدوي بامتياز هذه عقيدتي لا أبالي بالآخرين برنامج مهدوي بامتياز وواضح فإن الإمام يريد منا أن نرفع شأنها إلى العالمية قطعنا عن الإمام ألطافه موجودة وهناك تدريب واضح لشيعة العراق لأن العراق سيكون عاصمة لكل الأمم ولكل الشعوب وقرأت ما قرأت عليكم من الروايات التي تصف لنا جوانب من هذه العاصمة الكبيرة جدا مع ملاحظة أن الأحاديث صدرت عن الأئمة يتكلمون بحسب زمانهم ومع ذلك ترسم لنا صورة عظيمة وكبيرة وكبيرة للعاصمة العلوية المهدوية مثل ما جاء في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد فإن الإمام يطالب الشيعة أن يظاهروه أن يناصروه كي يخلصهم من الفتن التي تحيط بهم فهذا الأمر هو هو علينا أن ننصر إمامنا وأن نناصره وأن نسعى في تحقيق أهدافه هذا هو الذي نقرأه في الأدعية من أننا نطلب من الله أن يوفقنا لنصرته وقضاء حوائجه ما هي حوائجه ما هي حوائج إمام زماننا هي هذه فهل الإمام يريد منا مثلا أن نشتري له سيارة الإمام يريد منا أن نشتري سيارة كي تكون في خدمة برنامجه هذه حوائج إمام زماننا المشكلة في المؤسسة الدينية لا هي التي تفهم ولا تفسح المجال للذين يفهمون كي يفهم الناس مؤسسة دينية غبية تعمل بالأساليب السخيفة القديمة بالأساليب البالية ولا تفقه شيئا مما يجري حولها غاية همها أن الناس يبقون على تقليدهم أن يلتزموا بتلك الفتاوى القذرة الوسخة غاية همهم أن تجمع الأخماس لهم ويتصارعون فيما بينهم كالشياطين كل واحد منهم يريد الأمر له هذا هو واقع المؤسسة الدينية لا هي التي تفهم ولا تعرف أن تفهم الشيعة ولا تفسح المجال للذين يفهمون ويملكون القدرة على أن يفهم الشيعة هذا هو الذي يجري الشيعة في غفلة هذه الغفلة إذا استمرت فإن الإمام سيسحب يده وهذا الأمر جرى في سالف الأيام في حياة أئمتنا وفي زمان الغيبتين أمير المؤمنين حينما دعا من دعا من شيعته بعد أن عقد اللعناء السقيفة دعاهم لنصرته ولكن الغفلة هيمنت عليهم فسحب يده من الموضوع وهيمنت السقيفة على الواقع منذ يومها وإلى اليوم هذا الأمر موجود في حياة الأئمة وفي زمان الغيبتين الحلقة يكاد وقتها أن ينتهي ولزال الحديث متواصلا سأكمل الحديث في حلقة يوم غد في جزء ثالث هذا موضوع ستراتيجي موضوع ستراتيجي كي أخبركم ماذا يجب علينا أن نفعل كي نكون جزءا من برنامج إمام زماننا ما الذي يجب علينا أن نفعله هذا ما سأبينه لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى لكنني أنبهكم إلى أمر بدأ يأكل شيئا فشيئا العطاء المعنوية لزيارة الأربعين عملية الاستعراض إلى الآن لم تصل إلى حد الاتساع الشامل إذا وصلت إلى حد الاتساع الشامل الإمام سيسحب يده نحن بحاجة لإستعراض ولكن بحاجة لإستعراض عالميا أن نستعرض زيارة الأربعين عالميا هذا ما سأحدثكم عن في حلقة يوم غد أما الذي يجري من الاستعراض فهو فيما بيننا فيما بين الشيعة أصحاب المواكب الناشطون الحسينيون يستعرضون ما يقومون به حتى تحولت أنشطة كثيرة للحسينيين إلى استعراضات ضمن أجواء زيارة الأربعين إلى استعراضات إعلامية إلى استعراضات مجتمعية إلى استعراضات تصل إلى حد المنافسة فيما بين المواكب أو العشائر أو المدن هذا مرض هذا المرض بدأ يأكل شيئاً فشيئاً العطاء المعنوية الهائلة لزيارة الأربعين سأعود للحديث عن هذه المشكلة العويصة في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى سألكم الدعاء جميعاً نلتقي غداً في أمان الله ترجمة نانسي قنقر